السلام عليكم ورحمة الله كده يرين لابس عديكم مرحبا بكم معي الفيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نوجدو الحامض المصير او لا الحامض المراكشي كي يجي وعري البنات لا علاقة مع الحامض المصير دي الملزيتون هذا كي يجي طبيعي 100% مصوبة لليد يجي طبيعي 1 درجة لا علاقة مع الحامض اللي كيتباع عند ملزيتون فكما كتوفو انا ديجا غسلتو دووزت عليه واحد الشيطة لنقية ديال اللي غسلت الخضراء ورقتو في الماء والخل ومن بعد درجو كي ينشف فاول حاجة غادي نحتاج لحماض غادي نحتاج للملح ومن الاحسن الى كان الملح يكون شوية خاشن او لان الملح شوية تكون حرشة وبطبيعة الحال القريعة اللي غادي ننخدمو فيها الحامض انا ديجا غليتها درتها في فحة طنجرة ولا في شي حاجة اللي هيك كبيرة غمستها في الممزيان وخليسها تغلي للمدة ديالو حد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة خليسها ممسحتها موالو من الداخل فاغيها هكا حتى تفق وحد فحة زخفيات اللي انقية وخليسها تقترات على خطرها هكا باش نتجنبو انا ديك الحامض يخسر لينا فضروري القراءة تكون معقمة غادي ناخد الحامضة انا عندي الحامض البلدي فهو اللي كيجي لدي هكا في الطرقات بالنسبة للروميرا كيجي في العاصر وفي كيجي في العاصر هكا زوين اما في الطرقات فمن الاحسن يكون الحامض البلدي هذي وقيته داباركين في السوق فغادي نحيي لها البنات نحيي لها ذاك النباتة ديالو من التحت فاذاك البلايس اللي كيكون في ذاك الرويس كنخليوها مكان مش هي اللي كنقسمو منها او اللي كنشقو من الحامضة فكنحيدو من الجيها اللي كتكون في هذك النباتة فكنحلو هكا على ربعة بلا ما كان قطعوه يعني غاي كنحلوه كيبقى من التحت مجموع ولكن من الفوق كيكون مشقوق قليت نعمر هذوك الشقات اللي درت بالملح فكنعمرهم هكا مزيان من الجوج ديال الجواية فاطيقون يا البناز هالطريقة كتجي رائعة ما كتاخدش الوقت بزاف ما فيش دقي المهدق ديال الصودا ولا ما نعرفش نوديكش اللي كيديرو عندمو الزيتون كيجي طبيعي مية في المياه فهد الحامض هو اللي كيديرو فطنجي المراكشية فيه واحد المهدق قوي بزاف اه الديد كيجي زوين في الشرمية لديل الجاج في الطواج ناس كيجي غزال بزاف وسهل في التحضير ماشي شي حاجة اللي صحيبة فقد نستمر على هات الشكل انا كنعمر وانا كنضغط على ذاك الحامض هكا نحاول نحاول ما امكن ما نخليش الفاراغات ما بين الحامض نعمرهم زيان ذاك الفاراغات محاول ما بأس الشكل صحيبة فكما قلت لكم هذ الحامض ما فيه هات الشاش إضافات ما فيه لا زيتش ما ليه حاجة فكين الحامض اللي كييصيبه بالماء طيب هادة كيوجد ضغير فالصراحة كيوجد على 20 يوم اه اه خمسة وعشرين يوم كييكون واجد ولكن هذا المطاقة ليس مميز جدا يجي فيه المطاقة ليس مميزة فحتى الاخر اللي بالماء يجي زوين اللي بغى يستغل شوية الوقت يوجد واحد الكيمية بالماء طيب فحتى هي الطريقة دياله سهلة فقالي نستمر بهذا الشكل حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي او حتى نعمر القرعة ديالي مميزة دياله مميزة اضغط ثم ندخل الحامضة اضغط هذه القرعة لنجيه فراغ ف tho لبقى يجل لاحظ Zhou تريد الاجبين اشتركوا في القناة 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 او شهرين او شهر ونص انا لم اكتب شي لكم انا كان فضل انه يبقى حتى ثلاث شهور مؤفى مع فوق عاد الوحد يبدأ يستعمله حين تضحكي يتعسلون زيان عاد يعطينا ذلك الحامض المراكشي اللي يجاك كمع السل واللون يرون بالدل فانا غري نوريكم القراءة اللي سايت العمل اللي فات فكي جيزوين بزيف غريت نوريها لكم دهبة وخليكم معيها هذا الكلام وكيف يكن مzukفى حتى تضغط اللي يمكن من المحتفى تكون الوقت وشهرين او حتى أخرج او حتى نسع لا تفهم لا تنظر من خط لقاء وانا القرعة عامرة بثاف فرا غادي يطيح غادي ينزل كامل ما غاديش ينزل بثاف ولكن انا غادي يترخى وغادي غادي ينزل الحامض وغايتطلع عليه الماء فانا غادي نزيد لي حبا فاناكا نستمر بالتغط هكا باشي وفصل الحامض للكل المدية للحامض للقرعة كاملة فبتشكل كما كتشوفو المارا طلع على الحامض كله مرحلة غادي نغطي بثلوفان غادي نخلي هكا ملامس للحامض وغادي نستعليه ما غاديش نبقى نحلي عليه نهائيا حتى يوجد فانا ديجا عندي واحدة اخر واجد فهذا غادي نخليه غادي ننسه غادي نخشيف البلاكر وننساه حتى الوقيس اللي نحتاجه فكما كتلكم من الاحسن خلي وهو كيوجد في شهرين شهر ونص ولكن هذك الحامض للمراكشي او للمصير للمراكشي فكيبغي واحد الوقت يعني تقربا واحد العام حتى 8 شهور عام عاد كيولي بها ديك بها ديك للمصير ديك للمراكش فكيما كتشوفو المارا معامر لي في القرعة ففي الأسبوع اللول نحاولو انا نبقى ونحركوا القرعة هكا نقلبوها على جوج ديك الجهاز بها ديك شكل هادا باش ديك الملحة نعاونوها باش تدوب هكا غير مره مره هكا نقلبو القرعة وصافي صافي من بعد انخليه في شهر بلاكر من اللم ونساوه حتى غاد لديو حد لو قيضاء عادين نجبدوه وغادين نلقاوه واجد فكيما كتلكم من الاحسن ندور عليه العام فهدا هو المصير اللي وجد العام اللي فات شوفو يا البنات الفرق في اللون وما زال را ما كيبنش مزيان فهو را كييجي هكا ماهو او قهوي مغلوق فكي ولي حايل هاكا كي ياخد دك التعسيلة مع الملحة وغيل عصرة الحامض والملحة فكييجي لدي دي لبنات لا علاقة لا علاقة مع دي لزنقة فشوفو الفرق فانا هذيك الحامض اللي عندي رادار عليه العام صيبته العام اللي فات شوفو الفرق ما بينتهم بجوج فالبنات الغطاية جيت نحلها ويدها الرسلية حتى نشوف كيفاش غادي نذير هكا نشوف شي حاجة نغطي به هذيك القرعة فغادي نوريكم دابا كيفاش دائر من الداخل ولا كيفاش كييجي فضروري انا يا لبناز ضروري من بعد كل استعمال يبقى في هذيك السلوفان نخليهم مغطي به وخا نكونوا مغطينهم بفقرعة مزيان فنخلي هذيك السلوفان هكا عليهم من الفوق اولا بلاستيك غدائي هكا ملامس للحامض بشكل كيحافظ عليهم ما كيخليه شي قيصو لهوا او لريح كيبقى محافظة فكيم ما قلت لكم هذي القرعية اللي كتكون عندهم دك السيليكون كي تسدهم مزيان فهما اصلا دائجا ما كيدخلوش لهوا ولكن هكا كزيادة في الحرص انا كنغطي به مخاسر انوالو فشوفوا ليه البنات الحامض لمصير او للمصير للمراكشي كيفاش كييجي فغيلي بغا تتعقز راك يجي اغزال اغزال وكيم ما قلت لكم فخصوصا ديروه بشكل كيحافظة بالحامض البلدي كين دبا في الصقرة موجود حينت في واحد نكهة في واحد نكهة زوينة ومميزة فغادي نجبت ليكم وحيدة هكا باش تشوفوا كيفاش كتجي وكيفاش كييولي فمن الاحسن عاود هزوه بمعلقة الخشب ما تقيصوش نهائيا بيديكم هكا باش كتجي تحافظوا عليه كتر باش كيدوم لكم مدة طويلة فرق يبقى حسن العامين ما كيوقع عليه هتشي حاجة فشوفوا الحامض كيفاش كيولي مع السل وكيجي بها كيجي بها الطواجنات هكا الطنجية اللي بغيتون كيجي بها رائع رائع ماداق غزل بازاف وشي حاجة اللي يمصوبة على يد وفي الدار كنا راسنا ميدرون فيها فكيما قلت لكم أنا هذا الحامض هذا فقدرس عندي عام عادي وليد كان عادي يستعمله فكيما قلت لكم ممكن تستعمله قبل غير هو كل ما طالت المدة وهو هكا مرقد كل ما كيتنات النتيجة أفضل وأفضل كما يكون هذا السمن فكان يكون جيد سمن عادي كلما مرار و كلما طال فكي يولي حايل وكي يعطي مدقة مجهد في نفس الشكل فانا عادي نستعمل معلقة هنا هكا باش نوريكم العسيلة دياله كيفاش كي تولي فانا قدروا هاد العسيلة او هاد الماء دياله ننشر ملو به الدجاج فمنستعملوش نهائي الملحة فاخصوكم دردوا البال حين سيكون مالح قدروا نستعملوه في تشرم الى الدجاج نحيدو الملحة ونديرو هكا واحد المعلقة من هاد السائل فكي يعطي واحد المعدة قرائه شوفوش حالك يجي مع السل فاسمحوا يا ابنانسي شكرا 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 للمشاهدة كنتمنى يعجبكم الفيديو تكونوا استفتوا منه فالك انت اول مرة قدروا في القناة ديالي مرحبا بك ما تنسيش تشتركي في القناة وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك الجديد شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة